السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازاكم عاملين ايه? يا ربكم بخير. لو جهازك بقى بطيء وبتحس انه بيستهلك الانترنت والرام والمعالج من غير سبب الفيديو ده معمول ليك. ويندوز بيشغل خدمات كتيرة في الخلفية بدون اي فايدة حقيقية للمستخدم. والخدمات دي بيتأثر على سرعة الجهاز بشكل كبير. في الفيديو ده هاوريك اخضر ست خدمات لازم توقفها فورا. وده هيخلي جهازك اسرع اخف ويقالى لاستهلاك الانترنت بشكل واضح. تابع معي خطوة بخطوة. تشوف الفرق بنفسك بعد دقيقة واحدة بس من تطبيق الشعر. طيب هنعمل ده مع بعض ازايب ومن طالبساطة حضرتك تروح رايح على شريط المهام. وتيجي في خانة البحث اللي موجودة في شريط البهام. تبدأ تكتب سيرفيز. او هتكتب بس سي اي ار. هتبدأ تظهر معك الخدمات. هتبدأ تشغلها كمسؤول. هتنتظر طبعا لما الخدمات تفتح معك بالصورة اللي حضرتك شايفها في الفيديو. اول خدمة هنقوم بيقافها هي خدمة ويندوز اف دبت ديليفري اوكتوميزاشن. خدمة دي طبعا بتقوم بمشاركة وتحميل اجزاء من تحديثات ويندوز مع جهزة اخرى. مما يستهلك الانترنت بشكل ملحوظ. يقافها طبعا مهم لتقليل استهلاك الباقة وتسريع الشبكة. وقف نقل البيانات في الخلفية. طيب انواء في الخدمة دي ازاي هنروح رايحين على قائمة استارت. ومنها على الاعدادات. هنفتح الاعدادات. فانا انتظر وبعد كده ننزل تحت على اللي هي التحديثات والامان. ونضغط على ويندوز ابدت. وبعد كده ننزل على خيارات المتقدمة. ونبدأ ننزل تحت ونروح عند حاجة اسمها تحسين التسليم. نضغط عليه. هنلاقي في حاجة اسمه استماح بالتنزيلات من الاجهزة الاخرى. كل اللي مطلوب منك ان انت تعمل عملية ايقاف تشغيل بهذه الخدمة. الخدمة التانية اللي هنقوم بايقافها هي خدمة موبايل هوت تزبط سيرفز. الخدمة دي بتجي على الجهاز الكمبيوتر بيعمل كنقطة اتصال واي فاي حتى لو لم تستخدمها. ايقافها طبعا بيقلى الاستهلاك الطاقة والانترنت وبيمنع تشغيل الهوت تزبط دون علمه. طيب هنوقف الخدمة دي ازاي بمنطقة البساطة حضرتك هتيجي تقف على اي خدمة من الخدمات اللي موجودة وتبدأ تكتب حرف ال W من لوحة المفاتيح الخاصة بيك وتبدأ تدور على ويندوز موبايل هوت تزبط. هتبدأ تدور عليها لحديث ما تلاقي الخدمة وبعد كده هوري لحضرتك ايه اللي انت هتعمله. زي ما حارك شايف كده وسنالها ويندوز موبايل هوت تزبط سيرفز. تبدأ تضغط عليها. هتفتح معك بصورة دي. هي طبعا معمولة مانيويل. هتبدأ تعمل لها دي سيبل. تبدأ تضغط على تطبيق. وبعد كده تضغط على كلمة موافق. يبقى بكده قدرنا نوقف هذه الخدمة من العمل. الخدمة التالتة اللي هنقوم بيقافها خدمة كونيكتد يوزر اكسيبريانس اند تيليمتري. طبعا الخدمة دي بيتجمع بيانات وترسل تقارير اداء الى ماكروسوفت باستمرار. يقافها طبعا بيحسن الخصوصية. بيقلل العمليات التي تعمل في الخلفية. طيب هنوقف الخدمة دي ازاي? بمنتهى البساطة. هنفتح الخدمات ونيجي على اي خدمة. آآ نقف عليها ونكتب من آآ الكيوبورد حرف سي. ونبدأ ندور على الخدمة لحد ما نلاقيها. زي ما حارك شايف كده كونيكتد يوزر اكسيبريانس اند تيليمتري. هنبدأ نضغط عليها مرتين. هنفتحها. هتلاقيها معمولة اوتوماتيك. تبدأ تضغط على وتضغط على استوب. هننتظر لما يتم ايقافها. وبعد كده تنزل تحت تضغط على تطبيق. وبعد كده تضغط على كلمة موافق. وبكده قدرنا ان احنا نوقف الخدمة بمنتهى البساطة والسهولة. الخدمة رقم اربعة اللي هنقوم بيقافها هي خدمة ويندوز ارور روبورتنج سيرفز. طبعا بترقب النظام جمع ترير الاخطاء وترسلها عند حدوث مشكلة. ايقافها طبعا بيخفف الضغط على الرام والمعالج خصوصا فيه الاجهزة الضعيفة. طيب هنوقف الخدمة دي ازاي? بمنطال بساطة هنقف على اي خدمة شغالة ونكتب حرف ال W. نبدأ ندور على الخدمة لحد يتما لاقيها. زي ما حارك شايف كده. ويندوز ارور روبورتنج سيرفز. ابدأ اضغط عليها مرتين. تفتح معي الخدمة. هلاقيها معمولة مانيول. ابدأ اضغط على دي سيبل. وبعد كده انزل. اضغط على تطبيق. لو كان فيه استوب هعمل لها عملية ايقاف. وبعد كده هضغط على موافق. يبقى انا كده قدرت ان انا اوقف الخدمة بمنطهة البساطة. الخدمة الخامسة اللي هنقوم بيقافها هي خدمة بروجرام كومبيتابلتي اسيستنس سيرفز. الخدمة دي طبعا كانت خدمة موجودة في الويندوز وصيفتها اكتشاف البرامج القديمة التي قد لا تعمل جيدا على الازدارات الحديثة ثم تخترح حلول او تعديلات لتشغيلها. لكن طبعا البرامج دوقتي كلها حديثة. فاصبح استمرار عمل هذه الخدمة بيستهلك جزء كبير جدا من الرام والمعالج بدون فائدة حقيقية. طيب هنوقف الخدمة دي ازاي بمنطه البساطة نجي نقف على اي خدمة شغالة ونبدأ نكتب حرف البي. زي ما حرك شايف كده ظهرت معانا مباشرة. هبدأ اضغط على الخدمة. ضغطتين عشان افتحها. هتلاقيها معمولة مانيول. هبدأ اضغط على دي سيبل. وبعد كده انزل اضغط على استوب. انتظر طبعا لما يتم ايقافها. وبعد كده انزل اضغط على تطبيق. وبعد كده انزل اضغط على موافق. وبكده السادة والاخيرة هي خدمة ديستيريتد لينك تريكينج كلينت. الخدمة دي بتقوم بتتبع الروابط والاختصارات داخل الشبكة المحلية فقط. ازا لم تستخدم شبكة داخلية فييقافها طبعا بيحسن سرعة الاطلاع. وبيمنع عمليات غير مفيدة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. طيب هنوقف الخدمة دي ازاي بمنطقة البساطة نروح وقفين على اي خدمة من الخدمات اللي موجودة. وبعد كده نبدأ نضغط على حرف اللي هو دي من لوحة المفاتيح. هنلاقي الخدمة ظهرت معنا. نضغط عليها ضغطتين عشان تظهر معنا. هنلاقيها طبعا معمولة اوتوماتيك. هنضغط على وبعد كده نضغط على استوب وننتظر لما يتم يقاف الخدمة. وبعد كده نضغط على تطبيق. وبعد كده نضغط على موافق. وبكده قدرنا ان احنا نوقف الخدمة اللي كانت شغالة على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا. بعد ما نفزنا الخدمات اللي فاتت دي كلها. كل اللي مطلوب منك في الوقت ده وقت ان انت تروح رايح على قيمة ستارت تضغط عليها. وبعد كده على اعدادات الطاقة. ومن اعدادات الطاقة تبدأ تروح رايح على اعادة التشغيل. كل اللي مطلوب منك ان انت هتعمل اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. عشان الخدمات دي تصبح سيرية المفعول. هعمل ستارت الجهاز الكمبيوتر وارجع ليك مرة تانية. بعد ما عملنا اعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر هتلاحظ طبعا في اختلاف في اداء الجهاز الخاص بك في السرعة وفي الفتح وفي الاغلاق لو حبينا نتأكد هنروح رايحين على مدير المهام نبدأ نشغل مدير المهام ونبدأ نروح على الاداء هتلاحظ ان وحدة المعالجة المركزية بتاعتك حصل فيها انخفاض كبير زي ما حرك شايف كده وحدة المعالجة المركزية الاستخدام بتاعها بيوصل ل3% او 33-23% يعني اصبح لا تتجاوز النصف ولانا رحت على الذاكرة الخاصة بجهاز الكمبيوتر هتلاقي ان هي بتستهلك 3.7 من 10 من 8 جيجا طبعا فيه فرق كبير جدا في الاستخدام وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو الخاص بينا النهاردة واستطعنا ان احنا نوقف عدد كبير جدا من الخدمات اللي كانت شغالة في خلفية جهاز الكمبيوتر الخاص بينا والويندوز وما بنستفدش منها باي شيء غير ان هي بتهلك جزء كبير جدا من الانترنت ومن سرعة المعالج ومن الزاكرة دون استفادة فعلية على جهاز الكمبيوتر طبعا بنتظر ان انت هتكتب لي رأيك في الفيديو في التعليقات ولو فيه اي سؤال او استفسار ان شاء الله ارد عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته